ناس بتغرأ وناس بتعوم ملخص حالة عبثية يعيشها الشعب المصري تحت حكم السيسي كلنا واحد مبادرة رئاسية سيساوية تمنح وزارة الداخلية ترحى السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين في منافذ بيع خاصة صباح اليوم يظهر ضباط من الشرطة المصرية يوزعون مجموعة من الكراتين كهدايا خاصة من السيسي للمواطنين كرتونة تحتوي على عوامة ونظراتي بحر ومجموعة متنوعة من المأكولات بقيمة تتجاوز خمسمائة جنيه في نفس الأسبوع قررت الحكومة المصرية إيقاف الدعم الاستثنائي عن خمسة وثلاثين مليون مواطن بحد أدنى مئة جنيه وحد أقصى ثلاثمئة جنيه ناس بتغرأ وناس بتعوم ثلث الشعب المصري غارق في الفقر والجوع وصعوبات الحياة وضباط يوزعون عوامات ونظرات بحر تساعدك على العوم والسباحة في شواطئ الساحل الشمالي الرئيس الكرتونة يحاول كسب شعبية فئات بعينها داخل المجتمع المصري ويتجاهل غالبية المصريين الرئيس الكرتونة يستخدم الرشوة الانتخابية ويسخر مؤسسات الدولة بضباطها وشرطتها لتوزيع هداياه العينية الرئيس الكرتونة يفضح المواطنون يسخر منه رواد مواقع التواصل الاجتماعي تورطه مؤسسات الدولة لا يجد من يدافع عنه إلا شرد ما من الطبالين عديم الموهبة والكفاءة الرئيس الكرتونة قسم الشعب المصري بين ناس بتغرأ وناس بتعوم لكنه نسي أو تناسى أن لحظة الغرق قادمة لا محالة ولن تنفعه حينها عوامة أو نظارة بحر أو حتى كرتونة